بعض الجماعات المنحرفة الصوفية كجماعة التبليغ على سبيل المثال يقول لك تلقاه في الجامع جماعتك تلقاه في الجامع معلق السروال في الشباب ويتعى الجامع ورا وعنده كفتيرة وحلة وعنده مفراكة وكمشتين وتلقاه جماعة تلعفش ولكمش تلقاه في الجوامع يقول لك الله خلقنا والله رزقنا والله قوملينا السجر والله خلق الطيور والله يعني كل الربوبية لكن لا يدعو إلى توحيد الألوهية يقول لك كون ناس يعبد الله ويترك ما سواه من الآلهة المعبودة بالباطن من الأوثان ومن القباب ومن الأولياء ومن الأضرحة ده ما عنده معه شغلة ما بتكلم فيه لأنه يقول لك ده بتفرق الناس يا مولانا واصلا بتفرق دعوة التوحيد تفرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك تفرق بين أهل التوحيد والشرك وما عندهم أي دعوة صوفية عصرية هؤلاء جمعة التبليغ وغيرهم هؤلاء صوفية عصرية يعني لبسوا مظهرهم تشوفوا كده الدقين ولبس قصير وعم فيه عزبتين وتقول عنده حاجة وما عنده أي حاجة يعني واحد نام قال جاء الرسول في النوم وقال له قم بلغ يبلغ شنوه؟ قال تبلغ الدين واجهل من الجاهز ذاته شأن كده تلقاوا تلقاوا لافين بالجوامع ثلاثة يوم في مدني وأربعين يومي في ضنقلة وخمسة يوم في الدمازين تلقاوا شغال كده لاف تلقاوا لافي المساجد يقول لك ده لابلغ تسألوا من أمور بسيطة في الدين تلقاوا جاهز وطيب لابلغ شنوه؟ لشأن كده الآن ده الخلل الذي وقع فيه هؤلاء ترقوا الأصل فيه من أنواع التوحيد وتمسكوا بأمر لم يخالف فيه المشركون الأوائل الأنبياء أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من مشركين والشرك الشرك منتشر الشرك في بلد دي بيزار السودان منتشر الطواب في القباب شرك الذبح عند القباب شرك دعاء الأموات شرك ودي أعظم مصيبة لأنه كلنا سودانيين وما في زول يعني ما بيسمع العبارات العبارات اللي بتداول لنا الحبوبات وبعض العمامنا الكبار وكده تسمع العبارات الواحد لو دار يقوم يقول يا يا أبو عمر ويا مكاش في الغوم ويا سابقية ويا ودبدر من الفقر كل هذه العبارات شرك بالله عز وجل شان كده ربنا قال في القرآن ومن يدعو مع الله إلها آخر لا مرهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفعل الكافرون يا أخي دار تدعو الميد 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 ربنا قال لك لا بيسمعك لا بيستجيب ليك ويوم القيامة بيخاصمك يقول لك أنا ما قلت لك ناديني ربنا قال في صورة الأحقاف ومن أضل أي لا أضل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بإبادة الكافرين فدعاء غير الله منتشر وبيصورة عالية جدا في الأشعار وفي القصائد وفي المدايح نادب العباس بناديه سيد ساكن فاس بناديه والمصر المؤمنة بأهل الله ندعوك يا الله بجميع عباد الله وندعوك بسيدتي هي زينب عمدتي والسادة السادة أنا عبدا ليكم نادى قم يا أخي ناديهم لي رجال الله البزير البي دمو شرك كسلان داري ورطك معه في الشرك فده كل شرك وربنا في القرآن نهى عن دعاء غيره ما بتلقى ولا آية قالت نادو غيره وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان